فش رأيكم هاي دي المرة نحط الأصبع على الجرح ونستعرض معكم معاناة المواطنين بعد عودة الأولاد للمدارس فبرأيكم شو خبرونا عن معاناتهم مع ارتفاع أسعار الكتب والأرطاسية والقوستون فلتعرفوا أكتر شو قالوا تحديداً وشو خبرونا أكيد ما لكم غير تبوا تأريدنا يعني النفسية سيئة بس إن شاء الله يرجعوا للمدارس أساساً السؤال الأهم شيء إنه يرجعوا لأنه القاعدة بالبيت something not good يعني سو إن شاء الله يرجعوا ما فتنا على القرطاسية بس على الكتب الأمثابي أنا بنتي عمرها ثلاثة سنين فهي دغري فاتت على الأزمة على أسعار الأزمة سو ما قادر أعمل comparison بس أكيد مننا أسعار للكل أسعار غالية يعني كيف ما كان عن مدرستي عن المدرسة اللي أنا مساجر فيها أولادي عم نحكي بـ 200 دولار و 11 مليون دايما صار في عندك بارت دولار و بارت لبناني عم نحكي بالملايين يعني فول 10 مليون بارت لبناني و دولار و دايما بيكونوا حطين لك ملاحظة أنه خلال السنة ممكن نرجع نعطيكم زودات مأسد والله صعب جدا هلا بنفس الوقت كله بالدولار بيحاسبوك على الدولار ما بيقع يعني اللبناني ما حدا بيحاسبك فيه كله بالسعر بالدولار صار القرطاسية والكتب المريل كل شيء كان الدولار بـ 1050 هلا بـ 35 ألف يعني بالأول كان نفرط قصد أي مدرسة اللي كانت يعني كان تقريبا ما يقال عن مليونين و نص أو ثلاثة مليون هلا 8 مليون و 300 دولار كاش هاو لحالهم أكتريت أولادنا قاعدة بالبيت حتانين ما رسمة ولا علم ولا شيء كمان يعني عن جد الولاد يا حروم بالمرة للأسرة لأيش عم يعملوا فينا هيك ما بنعرف بس المدارس بس الأكل بس الخباز المطعم من الماي من كل شيء أشفي عنا ما عنا بشيء بالمرة لك اللحمة منا عم نجيب جيش منا عم نجيب ولا شيء بالمرة يعني عن جد عم نقضي أيام كتير صعبة ووحشة كمان آه والله يخطيت هدا الجيل اللي طوله هلا رزق الله أيام زمان رزق الله أيام زمان و أيام مدارس الحكومية و الكتاب المدرس ببلاش والأيديه كانت ببلاش اليوم لا حدا ماهو حق أيديه ولا حدا حماهو حق كتب وأكتر الناس ماهت حتى طولها بالمدارس لأنه مواصلات كمان مشكل كبير كتير وشغل ما فيه وفلوس ما فيه ماهي كرملته نقلات والأطصات والكتب الكرتسية الناس ما معه ولا بقى حدا دين حدا كان شوية بالأول اللي بنوك تسلف يعني هلأ ما بقى هرق عم يشتغل بشغلته وشوفوا التاكسي سرق عم يشتغل بالبلدية وطاع البلدية سرق عم يشتغل بالطياران ونقلبت الدنيا فقاني تحت هنا والناس رأسها أفعل والله أنا عندي أربع أولاد بصراحة ما عم درسهم لأنه ما قادر عندي الثلاثة الكبار ما فيني درسهم وما قادر من ثلاثة سنين الى هلأ ما قادر درسهم لأنه ما عندي إمكانية ولا عندي مادية حتى قادر دخلهم مدارس وآجار ميكرو مثلا وآجار مدرسة مثلا ما عندي مادية أنا والله الأسعار عندنا نار نار أكتر من النار كتاب الجغرافية مثلا 14 دولار يعني بدك تحت بحاله تقريبا شي حقوش 450 ألف باللبناني تقريبا هيدا أقل كتاب كل الأسعار مرتفعة ضب الأضعاف يعني الله يساعد المعتر لي ما قادر يلحل على كل شي والله السنة حتكون الأقصاد هي أقصاد مرتفعة جدا واللي عم يحكوه مسألة المدارس جمعية المدارس والإدارات على أنه الأقصاد قد تكون ببعض المدارس دولار فللأسف نحن اللي عم نشهده بلبنان استغلال كبير من المعنيين وخصوصا أصحاب القطاعات المنتجة من الاستشفاء والتعليم وبعض المصالح الخاصة والعامة القرطسية هي صراحة والكتب حسب ما نسمع من المعنيين من التجار ومن المحلات اللي هي عم تبيع هذا المجال من الكتب والدفاتر والقرطسية عم يقولوا الأسعار هي أسعار جنونية لأنها تعتمد أيضا على الدولار والدولار اليوم سوق سوداء يعني بيتعاطوا هو بعدة تداول من الأسعار على مصالح فيه منفعة كبيرة لأنفسهم والمبرر أنه سوق سوداء نحن عم ناخد السعر القائم بالبيع والشراء فهذا نحن نقول خافوا الله خافوا يوما يأتيكم فيه لا فيه بيع ولا شراء إنما يوم فيه حساب ووي لكم عند الله من هذا الحساب أنه أكيد يعني بحكم الدولار وكلها الأوضاع اللي عم نمرق فيها أكيد فيه فرق كبير فعم نطار نشتغل يعني لنجيب غرادنا وكل شيء ما عم نوزه للجامعة أكيد جزء دولار وجزء على اللبنان فكمان يعني أهلنا ما عم بيكفل أنه ما عم يقدروا يسكروا كل الأوطلات فعم نطار نحن نشتغل ونسكر الجزء الباقي نحن نشتغل مع جمعيات كمان آه بتحس فيه فرق يعني حتى إذا هننا بدوا نجيبوا ويوزعوا حتى صاروا أسعار الجملة كانت بتفرق كانوا يقدر يساعدوا كميات معينة من العالم هلأ عم بيشوفوا قدي الكمية بيقدر يساعدوا فيها عالم لأن الكمية بطلت كتير مثل قبل يعني حتى الخيارات صرت محدودة ما في شك لأنه جمعية بالنهاية إلى بجت معينة وإلى مستثمرين معينين قبل كان عندهم قدرة أكثر أكيد قدرتهم كمان حتتأثر بالوضع حسب التضخم اللي عم بسيطة طبعا كله صار على الفريش دولار كان بالأول يعطونا مثلا على 3,800 وفيه شوية تسهيلات لا لا كله فريش دولار ولدهو بالإنسان يكفي اليوم حاجياته بكرة جاي الشتوية بدنا مزوت بدنا مواد غزائية كله يمأثر على الشعب اللبناني عايش بالفقر والتعتير إذا دلت هاي كل الوضع يعني مأساوي على الشعب اللبناني إذا كان اضطر إذا اضطر بدي طبعا بدي استغني على المدارس حل شي ما حل شي إذا ما في مساعدات من بره مساعدات جمعيات للولاد والأطفال والجامعات طبعا في ناس بتكون عطلة عن المدارس والجامعات